هو انتو بترضعه ايه? لما انت مش هترفض. طب يستأذينك ليه? ده ازا كان كلامك منطقي يعني. قالك اجتمعوا مع الهاية لمصير العسكرية الاسرائيل الاسرائيلية. ويطلوب احتلاله. وما سبحانش هيرفض. طب لما انت مالك الشخصية هيطلوبه منك ليه? كمل معلش بتشيله ليه بس. خليه خليه انا عايزه. هاد سمير نكمل سمير يا بيه. انا قنيت ساعرف. هو انت بتتحسب على الاعدة. على البتاعدة. على الشاشة دي. يعني تعرض عليها دي كزا. بالمدة يعني. ما تخليه. خليه موجود. وما حدش هيرفض. ويبقى مسؤول عن تأمين حدود مصر. يا راجل. يعني الجيش الاسرائيلي. يبقى مسؤول عن تأمين حدود مصر. من الجانب الفلسطيني. ليه? هما الفلسطين عدنا. ويعمل اللي هو عايزه بقى في الفلسطينيين. ما لناش دعوة احنا نهائي. لانها مش ارضي. تخيلوا ده? كان ظابط في الجيش المصري. عشان تعرفوا. الى اي مدى الجيش المصري انهار. تخيل اللي بيقيلوا الكلمتين دول. كان عميد في الجيش المصري. فح لهو اوراك وفخاد وحاجات كده. تخيل ده اتضرب في الجيش المصري. بيقولك اسرائيل تحمي حدود مصر. من مين? من الفلسطينيين. كده بقى الفلسطينيين هم الاعداء. مع انه ما عندهمش جيش. وكده اسرائيل هي اللي ما نوت بيها تحمي حدود مصر. مش الجيش المصري. وشوف الامن القوم بتاعك عمال لمؤاخذة يعني يترجع قد ايه. وكده هم حورين بقى اللي في الفلسطينيين زي معايزين. احنا ملناش دعو بيهم. امالي قاد يا سامير السيسي اتذكر ابو خلفية عسكرية. هي الخلفية كبرت شوية اليومين دول. لكن رأت فين العسكرية الخلفية العسكرية الفنية. للامانة عبدالفاتح ماسكتش. الراجل ظهر. وعمل اجتماع مع عزيزي الدفاع محمد زكي. بس من غير ما يقول ولا كلمة. اسمع. اسمع. قعد بص قعد اهو لابس. والخلفية كبرت قوي. ده كله كله يعني كله بالخلفية يعني. وقعد معالكم سري. محصل للدفاع. شايف قعد اهو. قعد جاي ياخد الحسنة. اهو شوف. ده منظر وزير الدفاع بلده حدوده ملتهبة. ده منظر وزير الدفاع تسق فيه بزمتك. انا يا عم تخلي عالشاش. انا راضي بزمتك. ده منظر وزير الدفاع انت تسق. بلده عندها حدود السودان ملتهبة. ليبيا ملتهبة. الشرق ملتهب. ده منظر وزير الدفاع تسق فيه. ده لو جالك كده قالك انا وزير الدفاع قسنا بالله هتطلع للجيبك وتدهوله. ده ممكن يقولك عربية عطلانة عالدائري. فتساعده. معلش ما عندكش معطر جاو وتدهوله. معلش اذا بعضه لو عندك اه انبوبة اه اللي هي بتاع الطفاية الحريق. ممكن بس عشان عندي المسلس تتحرق. فممكن عشان الكوتش ناهم. ده كده. ده مش معنظر ده وزير الدفاع حدود بلده الناحية تحت سودان والع. وعلى فكرة جماعة الدعم السريع ضربوا اه خط البترول بتاع الشمال الخرطوم. يعني الربول مقوي. وعندنا مشاكل معاهم. ليبيا في الشرق الدنيا مش تمام. اه سوري في الغرب. الشرق بقى حدود غزة حرب كاملة. ده منظر وزير الدفاع. بص. ده بجد ده جاي اخد الزكا. يعني العموك ده فيديو راجل غلبان يا جماعة بص بص بقاعدة. راجل غلبان ومسكين وعنده امراض وبتاع يعني ايه. ساعدوه بحاجة يعني. ده منظر وزير الدفاع بيقول تعطفك لوحد ومش كفايا. الدين اللي بجيبك. بص. شايف. اتهلك. والسيسي قاعد عامل كده وربه صدر بقى فيه سبعين سنتي طالين قدام. ما يكونش الصمت ده بقى هيفاجئنا بحاجة زي بتاع تاتة وسبعين. ايه. الجيل بتاعي انا حدد تلاتة وسبعين. في تلاتة وسبعين عبدالقادر حاكم مع المشير احمد اسماعيل رحمة الله عليه. مع وزير المخابرات ساعتها او موديل المخابرات ساعتها انا ما عرفوش. ما عرفش اسمه. او مش فاكر يعني. عملوا حاجة اسمها التعتيم اعلامي. فبقى الزباط والجنود عليهم بالفلنات بقى قاعدين على الحدود نايمين بيمسوا قصب. وفيه دفعة زباط طلعت قبل رمضان عمره. وهب دخلنا في تاتة وسبعين. يكونش السيسي يعمل كده. انا مش مصدق انه هو بيتقالي الكلام ده. ان محور فلاديلفيا بيتضرب. وبعدين يتقالك يحتلوه. اللي بيتكلم كده شكله بيسمع الوادي يوتيوبر بتاع كام بديفيد اللي انا وردتولك من شوية. انت لما تحط حط كلام سمير راغب جنب كلام الوادي اللاجنة تحسن البلد دي فيها حد مش مزبوط. حط كده كلام سمير راغب اللي قالك ما يحتلو محور فلاديلفيا. وحط كلام الوادي اللاجنة اللي قالك لو اسرائيل ضربت معه بلغة كده ما اصف حالة حرب. على فكرة الاتنين تابع النظام. ده سيسي وده سيسي. يبقى البنت فين. السؤال الاول ببساطة مش كان مفروض يتعامل اجتماع مجلس الامن القومي. بعد ضرب باسرائيل محور فلاديلفيا. اللي يشوف الاتنين دول ما يصدقش ان احنا بجد. قادي واد لاجنة تابع المخابرات. طالع يقول ان لو ضرب محور فلاديلفيا يبقى احنا في حالة حرب. وده عميد سابق في الجيش المصري. طالع يقول ما يحتلوه احنا منا. امطلع عميد من الجيش المصري قالك مصر قادت على الانفاق تماما مع جزة. منذ تولي السيس السلطة. ومحور فلاديلفيا ارض فلسطينية. طب اسرائيل عايزة تحتلو ليه? طب تحتلو ليه? ما هم يبلغونا وتجتمع الهيئة العسكرية المصرية والاسرائيلية المشتركة ويطلوبوا احتلاله. ومحدش هيرفض احتلاله. ويبقى هم مسؤولين بقى اسرائيل عن تأمين حدود مصر. من الجانب الفلسطيني. ويعمل اللي هو عايزه من ناحيته. مناش دعوة. لانها مش ارضي. تصدق مين? السؤال فين اعلان الحرب? فين اجتماع مجلس الامن القومي المقتص بالبحث في التحديدات للامن المصري. بلاش ده? فين اجتماع مجلس الدفاع الوطني? ولا هي مجالس عالفاضي ملهاش اي دور? فين اجتماع المجلس العسكري? اللي صرف مليارات على بيزنس السلاح. طب بلاش كل ده? فين الخط الاحمر بتاع سيرت? سيرت اكتر من الف كيلو. فين هو? فين يا راجل لما اعلنت الخط الاحمر? وده محور فلادلفيا على الحدود. تعال شوف فين الخط بتاع سيرت? وشوف فين محور فلادلفيا? اهو? الجيش الاسرائيلي مصر اخلوا منطقة معبر رفح. لسنا مسؤولين عن سلامة قواتكم. السيسي تجاوز سيرت الجفرة. قط احمر لمصر. واي تدخل لنا في ليبيا تتوفر له شرعية دولية؟ سيرت. وقبل كده اوريت حضراتكم فيه سيرت؟ مش مصدق. يا جماعة بصوا على الخريطة. شوفوا الخط الخطر فين الاولي؟ وايه الخط الاحمر بيقى فين؟ بلاش حرب. بس الدينة تصريحات سخنة. زي الخط الاحمر كده. الدينة كده اضغط بارسال مساعدات وفتح المعبر. رقم على اسرائيل. بلاش تبقى نعجة قوي كده؟ اشتركوا في القناة.